حقق المجلس الأعلى للمرأة في ظل الدعم اللامحدود لصاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عدداً من الإنجازات في عام 2016 والمكتسبات التي تحققت للمرأة البحرينية على كافة الصعود خمسة عشر عاماً والمجلس الأعلى للمرأة برئاسة سيدة البحرين الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة لا يألو جهداً في تحقيق كل ما من شأنه أن ينهض بالمرأة البحرينية في كافة المجالات إنجازات عديدة تحققت ومكتسبات وطنية ودولية أيضاً ساهمت في دعم محاور الخطة الوطنية والمتمثلة في الاستقرار الأسري وتكافؤ الفرص والتعليم وجودة الحياة فسلسلة النجاحات التي حققها المجلس لا تتوقف فعام 2016 شهد العديد من الفعاليات برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة من أبرزها عقد اللقاء التشاوري لمناقشة الإطار العام للنسخة الخامسة من برنامج التمكين الانتخابي للمرأة البحرينية للأعوام 2016 و2018 ورعاية سموها للمؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية المرأة والقانون مسيرة وإنجاز تحديات وتطلعات حيث أسفر المؤتمر عن عدد من التوصيات الهامة من أبرزها استكمال قانون أحكام الأسرة وفي عام 2016 شهد الاحتفال بيوم المرأة البحرينية تحت شعار المرأة في المجال القانوني والعدلي برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سابيكا بنت إبراهيم الخليفة والذي أقيم في المحكمة الدستورية حيث خصصت سموها هذا اليوم تقديرا لجهود المرأة وعطائها في هذا المجال واعتزازها بمساهماتها النوعية في رفعة الوطن وإيمانا من سموها بضرورة تقييم أفضل الممارسات لتعزيز مركز المرأة عالميا تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية لإطلاق جائزة سمو الأميرة لتمكين المرأة على الصعيد العالمي وفيما يتعلق باهتمام سموها باحتياجات المرأة البحرينية وحقها في الانتفاع من الخدمات الإسكانية تفضلت سموها بافتتاح النموذج الأول لمساكن في منطقة اللوزي بالمحافظة الشمانية أما على الصعيد العالمي فالنجاحات التي حققتها المرأة البحرينية لم تترك أثرا محليا فقط بل انتشرت عالميا حيث تم منح جلالة الملك المفدة جائزة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو تقديرا لرؤية جلالته في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا هو عام بالفعل شهد العديد من الفعاليات والإنجازات وصدور قرارات كان من أبرزها تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتخصيص مبنى للمحاكمة الشرعية يراعي خصوصية القضايا الشرعية الأسرية سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين